السلام عليكم زكا يا شباب ان شاء الله في الفيديو دي هعيزين نتكلم عن اهم المكتبات اللي نحتاجها ان شاء الله في المشاريع الجاية واذا نستطبها فخليكم معي عشان الفيديو دي مهم جدا 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 يلا بينا تمام فاول حاجة يعني دي حاجة بسيطة كده يعني ايه دي كلها اخطاء وحاجات من ديت ده غير طبعا الحاجات اللي انا عملتها والكلام ده كله بسبب تزطيب المكتبات ديت في مكتبات اللي احنا نستطبها دلوقتي طلعت عين اهلي حرفيا يعني خديت مني وميني اتنين اعب بحللها في مشكلات وشوف الدنيا هتتعمد ازاي والكلام ده كله والله طلعت عين بجد يعني تمام طيب فاول حاجة اللي احنا محتاجنا فتعالوا نطلع من ديت دلوقتي عشان بس ايه اوروك احنا نعمل ايه المكتبات اللي احنا محتاجنا في مكتب اسمها في سيفي لب تمام ومكتب اسمها دي لب ومكتب اسمها فيس ريكو جنيشن الثلاث مكتبات دولة احنا محتاجنا سطابهم عشان المشاريع الجاية ان شاء الله ان شاء الله برضك في نهاية الفيديو ان شاء الله او تحت في الديسكريبشن هتلاقي في رابط في الجيت هاب هتلاقي في كل الرابط وكل الحاجات اللي انا بقول عليها ديت متنظمة وبرابط وبكل حاجة هتلاقي مكتباتها عندك في مكان واحد بحيس انت ان شاء الله ماتتهشي معاي تمام فان شاء الله دلوقتي انا هعرفك ازاي تعمل الخطوات ديت وتوفر على نفسك يومين اتنين من البحث والتدوير والكلام ده كله اللي انا خدتوهم للأسف تمام وضع علي طيب فاول حاجة هتعمل ايه اول حاجة يا سيد اما انت هنبدأ بالمكتبة الرخمة اللي قعدت معي يومين اتنين مشاردة السطب اللي هي مكتبة ديلب تمام هتسطبها ازاي المكتبة ديت لو انت جيت بصت هنا تمام هتلاقي ان المكتبة ديت محتاجة مين محتاجة بايسون 3.6 تمام اه سي بي ستة وتلاتين دي معناها محتاجة بايسون 3.6 وانت جيت كتبت اه فتحت تيرمينال مثلا لحاجة من عندك من على الجهاز وكتبت بايسون هيظهر لك اصدار بايسون الموجودة عندك اللي انت مسطبه ماشي في 3.7 3.8 والكلام ديت احدث اصدار 3.8 تمام فطبعا اللي انا المسطبه عندي على الجهاز 3.7 فانا قعدت يومين اتنين ان انا سطبها والكلام دي كل واعملها وهي مش راضية في مشاكل وقولك انت ما عندكش مكتبات مستطبه معرفش ايه ومشاكل كتير جده تمام فالمشكلة كلها تحلت سبحان الله لما انا جيت ايه لما انا جيت سطبت بايسون 3.6 تمام هي اللي حلت المشكلة كلها تمام فانا هقولك الخطوات واحد اتنين تلاتة كده وتشوف انت هتعملين ان شاء الله وحسب المشكلات اللي تظهر لك طبق الخطوات دي تمام فاول حاجة انت هتعملها لو انت يعني اصدار بايسون متصطب عندك اعلى من 3.6 تمام فطبع معي الخطوات دي لو مش اعلى استنى بقى وهنقول خطوات اللي بعدها ان شاء الله تمام فاول حاجة لو انت عندك اعلى من 3.6 هتعمل هتعمل مين هتعمل يعني بها افتراضية تمام على انا كنده ماشي بس متصطبها مين متصطب عليها بايسون 3.6 تمام باستخدام الامر دي كده انا سمت البيئة دي تسمها مين اسمها باي ستة وتلاتين تمام بعد كده هتتكى انتر هيقول لك ان انا محتاجة ان انا سطى بالمكتبات دي فانت بس هتتله هنا هتوقع انت واقف هنا في الجزء دي كده فتتكى واي وبعدكها انتر او تتكى انتر على طول هو هيسط تمام فيبدأ بقى يسطى بالمكتبات دي تمام بعد ما يخلص بعد ما يخلص بقى هيقول لك اعمل اكتيفات للمين او البيئة دي تمام فانا هعمل لها اكتيفات هنا هوت فانا دلوقتي انا كنت دلوقتي شغال في البيز فانا دلوقتي هتلاقي ان انا شغال في باي ستة وتلاتين تمام طيب بعد كده بعد كده بعد كده بقى هبدأ اسطى بمكتب دي اي دي لب هاسطى بها ازاي هتقول له بيب انستل تمام وبعد كده هتاخد لينك دي كوب كليك كي منو وتلملكو باللينك ادرس تمام وبعد كده بعد ما تخلص تحط اللينك ده هن تمام طبعا اللينكات زي ما قلت برضه كل حاجة تبقى موجودها عندك على الجيت هاب ما تخافش تمام وبعد كده اتكى انتر هيبدأ بقى يسطى بالكلام ده كل لقدر الله حصل اي مشكلة تمام هو كده جزء دي كده خلص بقى تم تمام لقدر الله حصل اي مشكلة او حصل اي حاجة تمام في مكتبة اسمها سيميك او برنامج اسمه سيميك تمام برضك هتلاقي اللينك الموجود عندك في الجيت هاب وكل حاجة تمام فالمكتبة دي هتاخدها وتسطى بها تمام وبعد كده ترجع تاني تنفذ ايه الخطوة ديت اللي هو بيبقى نستل تعمل اكتيفاشن بس للانفيرومنت ديت وبعد كده تطبق نفس الكلام دي الحمد لله ما تسطب تمام ما تسطبش لوقدر الله حصل اي مشكلة هتحتاج انت تسطب كمان حاجة هتحتاج انت ت مش فيديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هو اللي عملها عملها باستخدام لغة سي بلاس بلاس تمام فانت طبعا انت عايز يستخدمها في بايسون فهو محتاج ان هو يترجم الكلام المكتوب بسي بلاس بلاس لبيسون تمام فانت محتاج ان هو يكون في ايه عندك محرك ولا حاجة ان هو يترجم لك الكلام الموجود في سي بلاس بلاس لحاجة مفهوم تمام فاللي هيعمل كده المحركات الموجودة في مين في الفيجوال استيديو تمام انا عارف ان الموضوع معقد والكلام دي بس انا بقولك انا عاد في مين اتنين فالواحد خلاص فالفكرة في كده يعني تمام فانت لو لو قدر لحصل ايه مشكلة كمان في ناسجل الفيديو والستوديو تمام بس كده وبعد كده ارجع تاني وكرر نفس الخطوات وان شاء الله تتحلي يعني مفيش حاجة انا طبعا انا كنت اللي انا عملته ان انا طبعا حصلت لخطاء كتير جدا تمام فانا سطبت السيميك وبعد كده سطبت الفيديو والستوديو وبعد كده جي جربت اخر حاجة بانا كنت خلاص يقاست تمام فعملت الكلام ده والحمد الله طلعت تمام وشتغل تمام بس فانت اول ما تعملها كده هيبدأ تسطيب وقولك الحمد لله نوات سطبت تمام تاني حاجة مكتبة بقى اسمها مين طبعا من اسمها نحتاجها طبعا في الفيس روجوجنيشن والتعارف على وجوه والكلام ده كل المكتبة دي بتعتمد على المكتبة اللي قبلها اللي هي دي لب المكتبة دي اصلا بتعتمد على دي لب تمام فلو انت مش عندك دي لب هيحصل لك اخطاء تمام فهتعمل ايه هتعمل بس اول حاجة فلازم اول حاجة خالص تعمل لها انستول اللي هو دي لب تمام هتقول بيب تمام هو هيبدأ يسطب كل المكتبات اللي انت محتاج تمام طبعا البيئة اللي عندك جديدة ما فيهاش اي حاجة لا فاها مكتبات جديدة و لا فاها مكتبات قدمها لاي حاجة فهاسطب كمي المكتبات ديت وهها سطب مع نفسها تمام بعد ما تخلص هتعمل من هناع هنزل وقع بده مش موجودة عندين انا قلت لك المكتبة جديدة او البيئة دي الجديدة ما فيهاش اي حاجة تمام فهنزل وقع بس. طب ليه هتنزل عشان المكتبة اللي بعدها اللي هي المكتبة التالت اللي هي بتعتمد على تمام? فاحنا هننزل تمام? هيبدأ ينزل كل حاجة مع نفسه. تمام? وبعد كده بعدك هننزل مين? تمام? وبعدك هتبدأ تنزل كل حاجة مع نفسي. خلاصة ده هي. تمام? هتبدأ تنزل كل حاجة دي. طيب بقى بتحتاج مين? محتاجة برضك يعني محتاجة ومحتاجة احنا سطبنا اوبن سي في محتاجين بقى نسطب من تنسل فلو. طب فنعمل التسطيب لتنسل فلو. تمام? هو هيبدأ يسطبه. طبعا حاجة مكبيرة شوية. تمام? وهيبدأ يسطب الاجزاء ده كلها. تمام? كل دي كل دي تنسل فلو. تمام? بس كده. فبعد ما خلص خالص. تمام? انا بعمل بقى كده كل المكتبات اللي هي تسطبت. ده كل المكتبات اللي هي تسطبت عندي. تمام? طبعا بقى في حاجة كمان جنب تنسل فلو. انا برضك هزكرها لك ان شاء الله برضك في الجيت هاب. في حاجة اسمها تنسل فلو هايفن جي بي يو. دي معنى ايه? دي معنى ان انت بتنزل مكتبة تنسل فلو او مكتبة مدعمة لتنسل فلو بحيس ان انت تقدر تشغل الكوب بتاعك عالجي بيو او كارت الشاشة بتاعك. طبعا لو انت يعني يعني عارف الحاجات دي وكلام ده كله. فانت لو انت جت طبقت الخورزميات بتاعتك او المشين ليرنك بتاعك على جي بيو. فيبقى سريع جدا. تمام? مقارنة انت تطبقه عالسي بيو. تمام? فدي هيوفر لك جهد كتير جدا ووقت كتير جدا. تمام? فلو انت مسلا عندك كارت شاشة نيفيديا. مهم جدا. نيفيديا ما بيتطبقش اللي على نيفيديا. لو انت عندك نيفيديا فسطب الامر دي اللي هو بيبق انستول تنسر فلو هيفن جي بيو. تمام? فلو انت سطبته تمام. فكده انت تقدر انت ايه تسرع الكوب بتاعك والتنفيذ بتاعك باستخدام الجي بيو. لو انت بقى غلبان شبه حالاتي ومه عندك ام دي والكلام ده كله فانت ملكش دعو بالكلام ده خالص. تمام? بس انت كده توقف لحد هن. تمام? بس كن. احنا كده ايه? فاضل بقى ان احنا نتأكد ان المكتبات دي ستطبط. تمام? فانت كل اللي انت هتعمله. تمام? هتتكد ايدل. اكتب بس كلمة ايدل هنا هوت. فهو هيفتح لك مين? هيفتح لك الجزء دي كده. تمام? فهو هيفتح لك الجزء ده. هتعمل ايه? هتعمل ايه? هتعمل امبورت سيفيليب. ديليب. فاسر كوجنيشن. كلام ده كل. الحمد لله ما فيش اي اخطاء ما فيش اي حاجة كده الحمد لله الف مبروك عليك. المكتبات كده ستطبط. تمام? كده الحمد لله زي الفل. طبع. في ايه حاجة بقى? في مشكلة واحدة بس متبقية. ايه بص يا سيد انت دلوقتي انت واحد شغال على انا كندا. تمام? ومعظم المكتبات اللي انت شغال عليها مسطبة على مين? على البيئة. تمام? على البيئة. تمام? وانت دلوقتي عملت باقة افراضية جديدة اسمها بي واي ستة وتلاتية. فانت ازاي مسلا انت شغال علي اس كود? ازاي هيعرف ان المكتبات اللي انت محتاجها ديت موجودة على يعني موجودة على بيئة تانية. ازاي يعرف ان المكتبات ديت موجودة فعلا وما دينيش خطأ. تمام? فالفكرة كل ايه ان احنا هنعمل حاجة بسطة خالص. تمام? هنكتب هنا بس ايه? هنكتب هنا بايسون. تمام? فهنا شوف ايه هنا دي اللي انا عايزه دي اللي انا عايز اوصله. تمام? خد الجزء اللي مكتوب عليه بي واي ستة وتلاتين. دي اللي انا عايز اوصله. تمام? الفكرة كل ايه ان انت لما بتعمل بيئة جديدة كأنك خدت نسخة من ايه حاجة جديدة جهاز جديد. فالجهاز الجديد دي عليه بايسون لوحده وعليه كل حاجة لوحده. تمام? فالفكرة ان انا هاخد بس مين? هاخد الجزء ده كده واعمل له كوبي. تمام? وبعدك هاروح مين? على في اس كود. اده في اس كود هو. تمام? هاروح بس على المين على الستينج بتاعته. تمام? تعال اروح على الستينج. تمام? وبعدك هاج فين? هاجع الجزء ده طبعا هنا الجزء ده كدة معناه ان هو شغال مين? شغال على البياز تمام? وانا طبعا انا عايز اشتغل. على مين? انا عايزة اشتغل على اللى هو بيوunya ستة وتلاتين فهشتغل ازاي? هو ما انا جايه اعمل ده وجده. تعالا بس كنترول دي. تمام? هو ما انا جايه اعمل ده وجده. كنترول في. وماشي اعمل جزء ده كده. وبعدك دي طبعا ايه هي اي باك سلاش بتعمله مرة توان. اتنين. تمام? كده الحمد لله كده مصطب عندك. تمام? بس كده. فتعال كده نشوف انا دي بالقديمة هو. تمام? فتعال هتك اشغله كده. تمام? فهو طبعا ايه? لو انت جت بسيت. هيقول لك ايه? عمل اكتيفيت للبيز. تمام? عمل اكتيفيت للبيز مش البي وي اتنين وثلاثين. تمام? ايه ستة وثلاثين. تمام? وكمان قال لك ايه? قال لك ان دي لب ديت مش موجودة اساس. دي كده خطأ ومش موجود. تمام? فنحل المشكلة دي ازاي? كل اللي انت هتعمله بس. تحط تعمل ديت هنا كده. وتعمل ديت. تعمل ديت وتعمل ديت هنا ايه تشغل ديت. بعد كده كنترول اس يعني يسايف. وبعد كده تعالى نعمل هنا نفس الكلام. تمام? تعالى نبدأ الترميل من الاول خالص. اول خالص. تمام? وتعالى كنترول. تمام? فهو الحمد لله ايه? انت لو جب بسيت هتلاقي ان هو بيعمله عمل اكتيفيت للبي وي ستة وثلاثين. تمام? دي اللي احنا عايزين. وبعد كده. بعد كده الحمد لله ما طلعش اي اخطاء. دي حاجات تبعتين ملكش دعوة به. تمام? بس فهو دي يعني ايه? الحمد لله زي الفل لو هت ما فيش اي اخطاء ولا في اي حاجة ودي لب وكل حاجة شغالها زي الفل. تمام? بس فهو دي الفكرة. طيب ما واحد ممكن يقول لي ايه? طب انا مسلا يا عم كريم ماجي هنا في الترمينال واعمل مسلا ايه? اعمل كوند اكتيفيت والكلام ده كل. تمام? عندك حق وكل حاجة. بس الفكرة انت مسلا افرد ان شغلت البرنامج مسلا والحاجة. وبعد كده انت انت تقتل الترمينال اللي عندك او تقفلها خالص. تمام? كده يعني انت بنعناها بتقتلها. تمام? كل حاجة موجودة عليها اتمسحت خلاص. تمام? فانت لما تجي تشغلها تاني هتحتاج ان انت تكتب نفس الاكواد تاني بالمر. تمام? وكمان نفس الكلام هتحتاج انت في كل مشروع تعمله انت تتطبق نفس الكلام دي تاني. فدي طبعا يعني ايه? هياخد وقت كتير جدا ويعني مش طريقة عملية. تمام? فانت الفكرة كلها الحاجة بسطة خلاص. انت هتعمل بس هتعمل هتفعل سطر وهتقفل سطر. تمام? تعمل دي كومنت وتشيل دي كومنت. هكذا يعني. تمام? فالموضوع سهل ان شاء الله. بس فا يا ربي انا عارف ان الفيديو ممكن يكون طاول شوية بس سواء انا حاجز اوضحك كل حاجة بالتفصيل. عشان يعني ما تقعش في ايه اخطاء انا وعيت فيه. بس فا يا ربي يكون الفيديو عجبك واستفدتوا منا. واريتوا لسه مشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل مشاركة فعل الجرس. ولعجبك الفيديو ياريت تعمل لك اشاره مع اصحابك. واشوفك الفيديو الجان شاء الله. يلا سلام عليكم. اشتركوا في القناة